السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل المغبوزات القطنية الهشة على الطريقة التركية بحشوة اللحمة المفرومة طعمها حلو قوي وشكلها زي ما انتم شايفين امر كده وممكن تعمليها بحشوات تانية كتير زي ما تحبي يلا ندخل بسرعة في المكونات بتاعتها المقدار ده يعمل في طرتين زي اللي انتم شاهدوهم في البداية فانت ممكن تقليلي المقدار للنص وتعملي في طيرة واحدة عندي كوبايتين من اللبن الدافي وتلات معلق كبيرة من السكر ومعلقة نص من الخميرة لو هتستخدمي الاكياس ممكن تستخدمي كيس ونص تقريبا 10 جرام وهسيبهم 10 دقايق لحد ما اختبر الخميرة واول ما تبتدي تتفاعل هنزل بعلبة زبادي 120 جرام واثنين بيضة ومعلقة من البكينج بودر وتلات معلق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وهنزل بدي عندنا حوالي من 6 ل 7 اكواب دقيق ادي هنا متعدد الاستخدام وهنحط جنبنا يعني هما 6 اكواب وهنحط جنبنا كوباية لو العجين احتاج دي كمان هاجن العجينة بتاعتي كويس جدا مش اقل من 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تبقى نعمة وما فيش فيها اي تكتلات وتبقى جهزة عندي علشان اسبها تخمر دلوقتي العجينة بقت نعمة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده بتلزق سنة بسيطة فيش مشكلة هغطي عليها في مكان دافي لمدة ساعة ساعة الى ربع حسب درجة حرارة الجو وتكون جهزة عندي دلوقتي هنعمل هنحضر اللحمة معلقة سمنة او اي مادة دهنية وهنزل ببصلة كبيرة مفرومة ناعم وبعدين بعد ما شوح البصلة شوية هنزل باللحمة لو انت حابة تعملي اللحمة بطريقتك مفيش مشكلة هقلب اللحمة كويس على النور بالمنظر ده لحد ملونة يغير وهنزل بمعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السبع بهرات ومعلقة من البابركة ومعلقة من الملح ومكعب مرأة اختياري وهنا انا حطيت راش الزنجبيل بحب طعم الزنجبيل في اللحمة بالاخص دلوقتي هفضل اقل فيها عن نار بالشكل ده وبعدين هحط معلقتين من صلصة الطماطم وهفضل اقل فيها لحد ما تستوي وهغطي عليها علشان تنزل السوائل وتستوي في السوائل بتاعتها بعد ما خلاص طفيت النار واللحمة استوت هنزل بأي خضار انا عايزاه انا دلوقتي حطيت فلفل اهضر وفلفل احمر وحطيت راشة من البقدونس وانتي لو عايزة تضيفي اي خضار تاني مفيش مشكلة العجينة دلوقتي بتاعتي بقت جاهزة دلوقتي هقسم العجينة دي هلمها الاول ممكن تلميها بشوية دقيق هقسم العجينة على اربع يعني قطعتين وكل قطع هقسمها على اتنين دي نص العجينة هقسمها على اتنين حاول اقسم المقد بعض علشان انا هعمل الفطيرة طبقة تحت وهنحط الحشوة وهنحط طبقة فوق بالمنظر ده هجيب الصونية بتاعتي اي صونية بقى انا مش هفردها علشان يعني اوصلها لاخر الصونية لا انا هفردها بالصمك اللي انا عايزاه بالمنظر ده حوالي اقل من صونتي واخرمها بالشوكة كده علشان ما ترتفعش عشان اعرف احط الحشوة احط دلوقتي اللحمة بتاعتي الفطيرة دي او المقبوزات دي بتبقى حلوة جدا برضو لو عملتيها بالفراخ او الشاورمة زي ما تحبي احط رشة من البقدونس تاني وعندي هنا جبنة شيدر وعندي جبنة موزاريلا احط رشة كمان من الجبن المتوفرة عندي وممكن كمان لو جبنة فتة بتبقى حلوة جدا برضو في المقبوزات دي هعمل بقى الطبقة اللي احطها فوقها هفردها على قد ما اقدر احاول افردها تكون بحجم الطبقة الاولينية على قد ما اقدر هفردها دلوقتي واقفلها من الاطراف ونحاول ما نجيبش من الحشوة على الاطراف علشان نعرف نقفل الفطيرة هضغط عليها كده وهرجع اقفلها تاني بس انا بسيبها تريح شوية علشان اعرف اقفلها كويس على الوش بقى اختياري برضو ممكن ترشي رشة من الجبنة او لا هقفلها بالمنظر ده هقفلها بالمنظر اللي انتو شايفينه ده بتني كده بصابعي الاطراف وبعدين هحط رشة من حبة البركة ورشة من السمسم وبس وهدخلها الفرن بقى على رف اسفل على درجة حرارة 200 ومجرد ما الوش بتاعها يحمر بالمنظر ده هكون جاهزة عندي هطلعها بقى واقطعها بالمنظر ده هقطعها مسلسات مربعات زي ما تحبي رحيتها حلوة جدا الريحة مالية الدنيا جميلة جدا وطعمها جميل جدا رشة بقى من البقدونس كده على الوش وبالفهنة هتعجبك جدا جربيها ان شاء الله سهلة وبسيطة ويارب تكون عجبتكم ولو كانت عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولوليكي اي استفسار ممكن تكتبيلي في الكومنتات واتمنى من كل قلب تجربوها ان شاء الله هتعجبكم وممكن تعملوها بحشويات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله